بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم. النهاردة هنعمل كابتشينو في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومكونات بسيطة جدا من غير مضرب كهربائي ولا خلاط. معانا معلقتين نسكافيه معانا معلقتين سكر ومعلقتين مية. في كوباية كده بنحط المعلقتين النسكافيه على المعلقتين السكر على المعلقتين المية. وبنقلبهم مع بعض كويس او بالمعلقة عادي. من غير مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة بالمعلقة كده. بس بنقلب لمدة دقيقتين تلاتة. لغاية لما القوام بتاعها هيبقى معانا بالطريقة دي كده. بعد كده بنجيب الكوباية او المج اللي احنا هنعمل فيه. الكمية دي بتكفي كوبايتين. بنحط فيها شوية لبن. وبنقلب على طول. طبعا لازم نستمر في التقليب شوية عشان يعمل لنا الرغوية. بنقلب وبنضيف لبن. آآ بنضيف تاني شوية لبن مع استمرار التقليب برضو. لغاية لما الكوباية بتاعتنا طبعا تتملأ واحنا بنقلبها بالطريقة دي. طبعا احنا ممكن نعمل دي الكمية دي بتكفي كوبايتين احنا ممكن نعمل كمية كبيرة. ونحطها في علبة مقفولة كويس او برطمان مقفول كويس. ونحطها في الفريزر. ووقت ما نعوز نعمل ناخد معلقة. ووقت ما نعوز نعمل كاباتشين وناخد معلقة من من الفريزر وبنحطها بنفس الطريقة ونحط عليها اللبن. ونقلبها كده بالطريقة ديت وبتبقى معانا الكوباية جاهزة على طول. بنحط على وشاة كده شوية نسكة فيه بودرة. وده شكلها كده بعد ما خلصت. والباقي اللي عندنا بنحطه في التلاجة لتاني يوم عادي نقدر نعمله. والسلام عليكم ورحمة الله.